اتنين حيصة لما محضر ضد كهربا ومش عارف ايه والفلوس والحدوتة واللي لجبت كهربا على الترفون قال لك والله انا كنت نايم هم ليه عملوا محضر الموضوع خلصان اصلا انا كنت مستني فتوح ومتعاطف مع فتوح لكن الموضوع كابتن خلصان وبالفعل النهاردة انتهى الموضوع وسددت الباقي المستحقات المستحقات وانتهى الامر ودي كهربا مع وكيله احمد يحيى اللي تواجد اليوم في نادي الزمالك ودفع الفلوس وخد المخالصة والموضوع خلص وتمام التمام ميت فلو 14 كهربا بقى مركز دلوقتي ان شاء الله في اللي جاي خاصة انه عنده فرص جيدة للمشاركة في المباراة القادمة باذن الله فكهربا تمام نيجي لإمام انا الحقيقة عندي كده ايه زعل انا بقى اتكلم بامانة وبصراحة لانه ساعة موقف السلاسي عبدالواحد السيد ودونجة ومصطفى شربي كنا كلنا الحقيقة متعاطفين جدا جدا معهم ولو تكرر الامر سنتعاطف معهم مرة اخرى ان احنا بنتكلم باخلاءنا انا اجيب من الاخر بقى يعني فلما حصل لموضوع امام والخناءة والقصة والحدوتة والدوشة وهي في الاول وفي الاخر يعني خناءة ما فياش حاجة لا سمح الله مشينة ولا حاجة لا سمح الله يعني لا خناءة لان في ناس اسادزة يعرفوا ينسجوا روايات وخيالات والعبد الله يما شاف يعني فخلصت الخناءة وحصل التصالح والصلحة خير والحمد لله والشكر الله كان المحكمة قالت لك التصالح يبقى قدامي انا لازم اقر يعني بهذا التصالح فالبعض كان منتظر امام وحيروح ويخش الحجز يعني انت فرحان انه في حد في الحجز ساعة تفتح كلنا كنا بندعي ان ربنا عدى له على خير وربنا سبحانه وتعالى اكرمه من اوسع ومن واسع البواب وربنا سطرها معاه وعدت على خير يعني فالحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله فانت ليه كده كنت فرحان اقوي في امامي طيب المحكمة قرد بالصلح النهاردة وامام لحق التدريب ولا دخل حجز ولا يحزنون والرجل القاضي الفاضل الجليل قال له كلمتين كأب ليه وامام قال له فندم تمام يا فندم وشكرا جزيلا وغادر المحكمة بكل الاحترام وصدر الحكم يعني بين قضاء الدعوة وخلصة الحدوتة فكهرباء وامام تمام التمام الاجمل كمان انه قسرة امام النهاردة كلها كانت في الناد ويحنا مسجرين وحنعرض لكم دلوقتي هذا التسجيل يعني اشتركوا في القناة